لم تكن بغداد في قديمها عاصمة للملح الذي ينبت من الحزن وعواصف الموت والرجوع قيل هذا ويقال في زمن غدت بغداد فيه عاصية على المواجهات لكن جمالها وألق شوارعها تلك التي تزينها القصائد بأسماء شعراء ما بين النهرين ترك الجمال وتركت بغداد كما ترك العراق حينا من الزمن لكنها لم تمت في قاموس الأمنيات تلك هي عاصمة السلام وإن قيل سلام بلسان عراقيها بعد امتزاج دمهم بشوارعها عشقا لها دفاعا هو الأكثر أهمية عنها مطالبة بلسان لا يمل لأن تعود حرة جميلة كما كانت معهودة هذه بغداد دون مبالغة أو مفاضلة يراها اليوم العراقي والعربي ويراها الطامع فيها حيث أمست وتصبح كل يوم بوجه شحيب تثقله النفايات التفاتة بنكهة التحذير والمحاسبة يطلقها رئيس الوزراء ممهلا أمينها فرصة أربعة عشر يوما لتعود العاصمة نظيفة كما هي نظافة المنتظر من العبث والفوضى في الأحياء هنا ذكريات التاريخ والتقاء الحضارات يعيشها اليوم قرابة تسعة ملايين نسمة وفيها دوائر القرار لكن بنيتها التحتية التي تعاني القدم وقد مضى عليها أكثر من أربعة عقود حولتها إلى ظروف غير صالحة للعيش في كثير من مناطقها أما أمين بغداد اليوم فهو أمام أربعة عشر يوما وإلا المسائلة وقع خبر تلقاه العراقيون بأمنية علها تعمم على كثير من مفاصل الدولة بمهلة تنتهي بمسائلات وما أكثر الأسئلة التي تريد جوابا واحدا الشعب يريد عراقه بجماله وخيره وأمنه ترجمة نانسي قنقر